اهلا وسهلا فيكم من جديد اليوم بقضية اليوم وموضوع اليوم نتحدث عن الدور الحقيقي للمدرسة في صناعة التطور المطلوب لدى أبنانا ايش هي المكونات اللازم تكون متوفرة بالمدرسة لحتى نوصل الى النتيجة الأفضل والأمثل المطلوبة من طلابنا لحتى يقدروا يقودوا غمار المستقبل مشاكل المستقبل وغيره اكيد رح نتحدث اكتر بهذا الموضوع مع الاستشارية التربوي والأسري الدكتور يزان عبدو اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك دكتور يزان دائما الناس اللي بيحضرونا بيكونوا معجبين بأسلوب الدكتور يزان بالأفكار اللي بيطرحها وقدي قريبة من أرض الواقع فنحن سعداء جدا انه ببداية العام الدراسي خصوصا انه اليوم السبت في كتير مدارس ومعلمين بيكونوا قاعدين وان شاء الله انهم عم بيحضرونا في قضية اليوم هلا نحن لما بارح مثلا كنت عم بقرأ شغلة نبقلك شو اكتر او اغنى مورد داخل الغرفة الصفية هل هو الكمبيوتر هل هم الكتب هل هو المعلم هل هم الطلاب الجواب هو تفاعل الطلاب حتى يقدر احنا مثلا احنا بداية العام الدراسي مليون وتسعمائة الف طالب توجهوا لمقاعد الدراسة هذا الزخم او هدور الموارد البشرية شو دور المدرسة حتى تحفز هالمورد البشري يتطور وينمو يكون قادر يعيش بالعصر اللي هو بده يعيشه جميل شوف العوضوع خطير لانه اكثر مؤسسة بتشارك بصناعة المجتمعات وتطورها او لا قدر الله فشلها هي المدرسة واعتقادي انه اذا بدنا نراجع ونقيم وين نقاط الخلل بين بصراحة انا بحكيها بشفافية برأيي الشخصي بين الشرق والغرب الان الغرب عم بتجه اتجاهات تطويرية عالية جدا والشرق لسه عم منزيد استهلاكا وين الموضوع الخلل الموضوع الخلل اعتقادي هو المدرسة اللي عم تنتج يا بشر معلبون يا بشر معلمون او متعلمون او معلمون والفرق بينهما شاسع وواسع يعني لما تجينا اكثر من مدرسة مع بداية الدوام المدرسي كان عندنا يوم الثلاثاء الماضي عندنا مليون وتسعمائة الف تقريبا تنين مليون مستقبل للاردن توجهه للمدارس وتبدأ اول يوم دراسي رنده وميس بانه يلا خدوا جدول الامتحانات خدوا الكتب واحفظوا حلوا واجبات هذا الشكل من فرد العضلات المعرفية من المعلم انقرض وانتهى ايام الدناصرات خلصنا منه المدرسة بطلت عبارة عن مجمع لتلقين المعرفة الآن صارت المعرفة متاحة في كل مكان وتقرير اليونسكو قبل ثلاثة شهور أربع شهور يقول بانه اطفال العالم الآن هم اكثر اطفال في تاريخ البشرية جمعاء عندهم قدرة على الوصول للمعرفة بسرعة وبكفاءة اعلى من عالم الكبار لهم الام والاب والمعلم والمعلمة اطفال العالم الآن صارت بالتاريخ هنكمل حوارنا معك دكتور يازان خلينا نشوف المادة اللي حضرناها تقرير شامل عن الموضوع ومنكمل حوارنا مع الدكتور يازان عبدو المدرسة والتي تعد من أهم المؤسسات في أي دولة والتي تشكل مثالا للمجتمع المصغر عند الحديث عن المدرسة لا يمكننا أن نفصل الحديث عن المجتمع وما تخالفه من أثار عليه للمدرسة دور أساسي في تطور المجتمع فالمجتمع المتعلم أكثر تطورا وأكثر مواكبة وانفتاحا على التطور المحيط به فمع تطور المجتمع وتقدمه بشكل كبير وغزب التكنولوجيا لكل القطاعات واجب على المدارس أن تكون مركز تعليم ومواكبة للتطور لإثراء محتواها وتقوية طلابها إن المدرسة تساهم في نقل خبرات الأجيال بين بعضهم مما يساهم في رفعة المجتمع في حين أن تقدم أي مجتمع يعتمد على قوات تعليمه ومعرفة أبنائه اشتركوا في القناة إذن بعد ما أخذنا ندرسة سريعة على المدارس ودورها بشكل عام نرجع لك مرة أخرى دكتور إذن ونبلج بمقدمة يعني حابين نعمل مقارنة بين مكونات المدرسة اللي كانت بالماضي ومكونات المدرسة المطلوبة بالوقت الحالي جميل قديما كانت المدرسة تتمحور حول ثلاث ميمات حول المعلم والمتعلم والمقرر المدرسي اللي هو الكتاب المدرسي وهذا كثير مننا عاشوا ويعني قد يكون صالح لذاك الزمان السن السبعينات والثمانينات ماشي بسيبتداء من التسعينات والتضاعف وانفجار المعرفة صار في عنا ثلاث مكونات جديدة فصاروا خمسة وإحنا عدلنا الواحد صار في عنا معلم أكيد وموتعلم ومنهاج مش مقرر منهاج منهاج هو كل شيء يعد الإنسان للحياة وعنا مجتمع أولياء الأمور وهذا مهم جدا 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 نحكي عنه ومبنى المدرسة مبنى المبنى المدرسي كثير مهم بس مش زي ما منشوف الآن سامحوني جدا محترامي وتقديري يعني بعض المدارس لما نسمع بعض الحكي منهم عن مدرستهم ويقول لك يا عمي تدفأ مركزية ورخام وإضاءات بتحس حالك بتشوف شقة يعني مش مدرسة فالمبنى المدرسي له مواصفاته المهمة فهي صارت خمس ميمات معلم وتعلم منهاج ومجتمع أولياء الأمور ومبنى مدرسة صالح للفئات العمرية اللي احنا مشتغل مع حسنا طيب إذا نتناول موضوع المجتمع يعني هاي يمكن إضافة للمكونات المدرسة اللي كانت بالماضي شو دور المجتمع اللي هو هون عم نحكي أولياء الأمور كيف لازم يكونوا منخريطين أكتر بالمدرسة بالجو التعليمي لابناءهم بالتالي أيضا علاقتهم مع المعلمين أنا أتحدث عن شيء واقعي وحقيقي في الأردن يعني إحنا نسميه مجالس أولياء الأمور PTA مجالس أولياء الأمور هو قضية شكلية سواء من الدرسة الحكومية أو من الدرسة الخاصة العلاقة لازم تكون علاقة تطويرية تبادلية يعني مجلس أولياء الأمور حقيقة بشارك مشاركة فعلية في تطوير المدرسة وبيحل مشكلاتها مش بيجيب شماعة الوزارة ولا الوزير ولا الكاد الوزاري بعلق عليها يا أخي حل مشكلتك إحنا عارفين أنه ما وردنا بسيطة فمجتمع أولياء الأمور لازم يدعم المدرسة ويحل مشاكلها ويكون مجتمع إيجابي داعم مش مجتمع سلبي ناقد بالمقابل السؤال الخطير ترى إحنا الآن الأمهات والآباء بسألوا أسئلة كثير عن التربية كيف أربي أولادي شو أعمل مع أولادي خاصة بالتسارع الحياتي هل المدرسة تطور الأهل تربويا ولا الأهل بطوروا المدرسة تربويا الواقع في الأردن في الوطن العربي أن المدرسة يجب أن تطور أولياء الأمور تربويا لازم أعطي مثال حي واقعي إحنا معروفة عندنا اجتماعات أولياء الأمور اللي بتصير مرة بالفصل بتروح الأم 13 ساعة بتشوف المعلم دقيقتين وكل الأمهات وراها ببحروا فيها والمعلم بديش ألفق يعني مش اجتماع حقيقي إحنا لازم على الأقل يكون فيه عندنا اجتماع شهري تطويري مدة ساعتين للأمهات والآباء نحكي عن تربية الولاد والمعلمات عندهم خبرات رائعة الإدارات المدرسية عندهم خبرات مميزة نجتمع مع الأهل نحكي عن مشاكل الولاد في البيت في الشارع ونحاول نغذي الأهل بوسائل وأسليب عملية حقيقية لتعامل أولياء الأمور كيف يشتغلوا بتربية الأولاد وليس بتعليمهم عشان يحرفوا يماشوا ذلك في داخل لأنه عملية متكاملة أو دورات متخصصة مثلا للأهل لأنه هذا مجالهم المعلمة والمعلمين مثلا الأهل منعتبر أنهم مشغولين بأشغالهم بتدريس أولادهم لكن هم مختصين فممكن يوفروا عدة جلسات لا تنمية مثلا مهارات الأهل بالتربية وهذا شيء كثير مهم خلينا نشوف المعلم المعلم شو ممكن المدرسة كإدارة وكأشخاص وكمبنى وين دور المعلم هلا لما ما عادش المعلم دوره فقط المقرر حتى يعطي المنهاج بالنتائج المطلوبة شي تعليش الخطيراً كيف أنا بعتز وبحترم وبحب كل معلمية ومعلمات المملكة قاطبة بفتخر فيهم نحن بس طلع بره وعشان شغري بالتربية والتعليم نزور دول كثيرة وبيحسدونا أو بغبيطونا على المعلمين ومعلماتنا عن جد الذي يقدموا عموس سوى الأردن وعموس سوى العالم العربي بس ما زلنا برضو بحاجة للمزيد وإحنا توجهات المحكية توجهات تحسينية نرى المعلم دائماً نسمع من التسعينات أنه تحول دور المعلم من الملقن للميسر بطل اسمه معلم صاحب التعلم الحقيقي هو طالب نفسه يصل إلى المعلومة بعمل تعاوني من خلال ميسر موجود معه بالغرفة الصفية اللي هو المعلم بس حتى المعلمين مرات مش عارفين شو معنى ميسر شو معنى المعلم الميسر نحكيها شعارات خلني أوضحها سريعاً عن المعلمين أنا أحكي دائماً المعلم الميسر هو معلم صاحب معرفة أكيد وصاحب خبرة أكيد كونه عنده معرفة وخبرة إذن يمتلك الأدوات لكي يحفز الطلاب على الانتقال من مستوى معلوماتي معين لمستوى معلوماتي آخر بس هم زي ما حكت رندا تشاركياً بدهم يقعدوا يتعلموا أعطيكم مثال السريع وصغير بعض المعلمين يستغربوا من بعض المدارس في الأردن اللي بتقاعد الطلاب على شكل مجموعات حتى صفوف كبيرة حتى الصف الخامس والسالس والسابع اتفاجأوا إنه لقى إحنا متعودين على إنه كل تنين زي ما شفنا بالتقارير جنب بعض جنب بعض تنين 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 هذا هذا الشكل مقيت ما بسمحنا المعلم يكون ميسر بده يلقي المعلومات لازم يكون على الأقل الخمسة بالضبط دوائر يعني بالضبط دوائر أو هدول دروج الثنائيات نحطهم بنصير أربعة أربعة نوزع الصف شكل صف لشكل مجموعات هذا واحد تنين المعلم الميسر لا يقف فقط أمام الصبورة ولا السمارت بورد هو كل زوايا صف الأربعة الغرفة الصفية لازم يوقف فيها صح بدناش الشكل التقليدي للمعلم بده يشتغل مع المجموعات المعلم الميسر المميز اللي بيعد ولادنا للحياة بيساعدهم يعدوا أنفسهم للحياة هو معلم يناقش وبحضر أسئلة تحفز الطالب على التفكير مش معلم بصب المعلومات صب المعلم الميسر هو معلم يعني سمحوني لا يتقيد بالمنهاج وحذفير المنهاج باخد الموضوعات الرئيسية والأدف الرئيسية من المنهاج بعدين قادر أنه يحفز الطلاب يدوره على المعرفة مش شرط معي هلأ ممكن بعد يوم يومين يجيبه المعروف فعلا يعني نحن بأمسل حاجة لإطلاق العنان لأبنانه نتفكر بالطريقة اللي أنت بدك إياها مش هذا الأسلوب التنظيري والتقليدي اللي إحنا متعودين عليه هذا اللي رح يطلق العنان لأبنانه إنهم يبدعوا يبتكروا يفكروا بطريقة مختلفة مش ضروري هي طريقة المعلم أنا بأفكر بها الطريقة أنت لازم تفكر زي أو مثلا هاي هي الإجابة الصحية وهاي الطريقة اللي أنت بدك تجاوب فيها غير هيك هذا الموضوع ممكن يكون مرفوض مثلا بالنسبة للمعلم فأديش هذا الموضوع بيأثر سلبا على الطلاب وإحنا فعليا دكتور يزان يعني كل هاي الأمور اللي عم تحكيها عن التطور بعالم المدارس والمعلم وغيره عم نشوفها ببعض المدارس الخاصة لكن أديش هذا الموضوع يعني إنت رح نوصل إلى مرحلة التعميم على جميع المدارس الحكومية وأيضا الخاصة لحتى نوصل للهدف اللي إحنا عم نحكي عنه أنا بحكي شي خطير صراحة سؤال مهم جدا يعني مدارس الخاصة أنا بحكي من واقع الأردن المدارس الخاصة موجود عقود سنوية بصراحة أنا بحكي إذا المعلم ما طور نفسه إذا المعلم ما قدم المطلوب منه بشكل صحيح أو اللي بده إياه المدير ربما يكون صحيح أو خاطئ على فكرة لأنه بعض المدارس عندنا عبارة عن تجارة بتجارة وأصحابها عبارة عن تجار هم حرين باحترام وتخديري لهم لكن الوزارة هي رأس الهرم مدارسة وزارة أغلب طلابنا في مدارسنا التابعة الوزارة التربية والتعليم لو ما تحفز المعلم والمعلمة الأردنية والأردنية جو المدارس الحكومية بتحفيز منطقي ما رح ننتج وإحنا سمعناها كثيرا من الوزير السابق ذنيبات بأنه واقع المعلمين الذكور سيء جدا أنا سمعت منه شخصي بأكثر من مناسبة واقع المعلمات الإناث أفضل لكن الفكرة أنه الآن وحكيت بجوز سابقا لكثير من الناس أنه نبدأ والآن في طلب حقيقة على الشهادة الأردنية في أكثر من دولة توجيه الأردنية يعني أنا مش معا لكن مطلوب يعني لما تروحي على البوسنا تلاقي مدرسة أردنية بس مش مرخصة من الوزارة تركيا فيها مدارس أردنية الوزارة مش مرخصيتها في دول تانية بدها المنهاج الأردني لأنه قوي لأن لو الوزارة ببساطة عملت معايير معينة للمعلم اللي رفعت من كفاءة المعلم واعتمدت الشهادة الأردنية خارج الدولة زي الـ IG زي الـ SAT كامتحان وطلبة من المدارس اللي بتم ترخيصها أنه تأخذ نسبة مئوية من معلمي ومعلمات الأردن حتى يدرسوا بهذه المدارس برواتب أعلى بدولة مختلفة بس حتى أخذ من هالدول بدي أحط شروط للمعلم يرتقي بطرق تدريسه عشان يتأهل ياخدوا المدارس في دول مختلفة اعتقادي من أن نعمل حركة تنشيط قوية جدا إدارة وتطوير لمواكبة هالمتغيرات لا شك إحنا دائماً يعني منشكر ومعلمين الأردنيين وكان لهم دور كتير كبير بخارج بالدول العربية أخرى وبيقولك أن المعلم الأردني بيعطي بيه تفاني فنحن بحاجة لتطوير المعلم يعني لحتى يصير دوره زي منقول ميسر داخل الغرفة الصفية سؤالي هل أنت مع تأنيث التعليم للصفوف الابتدائية؟ دائماً عم نلاقي أن المعلمات الإناث بيعطوا مرات أكتر من قلبهم ومنلاقي تحصيل الصفوف الأولى اللي معلماتهم معلمات بيكونوا أفضل من المعلمين هل أنت مع تأنيث التعليم للصفوف الأولى؟ جواب الأول هو الجواب العلمي لا بالعكس إحنا منشوف خاصة في دول بره صراحة أنه فيه قدرة عالية جداً للذكور في التعليم في المراحل الأولى صفية أول للثالث للثالث والجواب الواقعي من الأردن والوطن العربي قاطبة شفت كثير تجارة التعليمية في الأساس أنه نعم المعلم الأنثى في المراحل التأسيسية أول ثالث والرياض الأطفال نعم بلا شك المعلمين على الواقع المعاش المعلمين أفضل المعلمات أكثر كفاءة للتعامل مع أبناء وبناتنا بس نحن ما في زي هيك توجه بالأردن لهلا اعتقادي في الأردن حسب علمي أنه لا توجه يعني ترخيص مثلا مدرسة ابتدائية لازم يكون مديرة مش مدير حد الصف السادس والمعلمين لازم يكونوا معلمات إناث مش معلمين ذكور حسنا في مدارس الذكور الحكومة صراحة ما عندي فكرة شرية بس أنا بعرف إنه المراحل الأساسية حتى في الأردن كلها معلمات نعم حسب خبرتي يعني شخصية طيب يعني أيضا دكتور إحنا دائما منقول إنه في دور إذا ما يعني إحنا ما نحط العبء الأكبر هو على المعلم لكن فعليا هو المعلم أو الموجه أو الميسر اللي هلأ عم بيكون موجود داخل الغرفة الصفية هو اللي عم بيدير هالحلقة هاي أو الحلقة اللي عم بتصير بين الطلاب من ناحية التفاعل الإنسجام، الإبتكار، الإبداع وغيره فبما إنه إحنا دستاتنا هلأ بأوائل العام الدراسي وبداية العام الدراسي إحكينا هيك أفكار ممكن نقدمها للمعلمين إذا ما في هناك مثلا يعني ما في مجال إذا نحكي للمدارس الحكومية وزارة التربية والتعليم إنه تعطيها الدورات والتدريبات المكثفة للمعلمين لحتى نوصل للنتيجة اللي إحنا بدنا إياها داخل الغرفة الصفية ما زلنا ببداية العام الدراسي شو منحب نحكي للمعلمين؟ في معلومة كثير مهمة وهاي شاهدتها حقيقة بمدارس وزارة التربية والتعليم في المملكة عنا وعن جد إنها مميزة من بعض المعلمين والمعلمات ويريت تتعمم هذه التجربة على بقية المدارس إنه في بعض المعلمات وبالذات المعلمات وجزء من المعلمين عندهم فكرة إنه أنا بطلت صاحب المعرفة النهائية الطالب يستعصى المعرفة حكيناها الأمر الثاني الأهم إنه دور المدرسة الحقيقي هو إجابة اللقاءنا اليوم بطل دور مناط بالتعلم والمعرفة هو دور لصناعة الإنسان بشكل متكامل بأبعاده الجسدية المعرفية الانفعالية الشعورية والاجتماعية وفي بعد آخر اللي هو البعد المهاري عند الطفل مهارة الاتصال والتواصل حل مشكلات اتخاذ قرار إدارة الوقت تبكير الناقض عمل تعاوني منظومة العلاقات اللي لازم نبنيها جو المدرسة بين الطفل مع ذاته مع خالقه مع من حوله مع الأشياء من حوله هاي المنظومة صارت هي الدور الحقيقي للمدرسة انتهينا من حصار الطالب وتعليبه داخل مناهج عفوا داخل مقررات مدرسية أنا دوري لما أدخل على الوقت الصفية ألاحظ سلوك الطلاب أعزز الدور الإيجابي وعلى فكرة ما أنتقد الدور السلبي كمعلم مش دوري أنتقد الدور السلبي لأنه انتقاد السلوك السلبي من طالب إكس رح أعممه عنده ورح ألفت انتباه الطلب إليه بس بمدح سلوك التعاون من إكس وبتجاهل سلوك العدوان من سين مثلا من الناس وبدي أشوف السلوكيات بدي أدعم بدي أعزز كثير محلمات عندنا مميزات بشكر الطالب السلوكي نعم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة